مصير الحدود بين الجمهورية الإرلندية وإرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا كان موضوع النقاش بين رئيس المفاوضية الأوروبية جونكلود جونكور ورئيس وزراء جمهورية إرلندا إندا كيني لا نريد فرض حدود بين إرلندا الشمالية والجمهورية الإرلندية ولا نريد تعريض اتفاق الجمعة العظيمة الذي وقع عليه الطرفان الإرلنديان للخطر نريد رؤية الحدود مفتوحة بقدر الإمكان بين الإرلنديتين المفاوضية الأوروبية ترى أن التحدي الذي تواجهه إرلندا يخص الاتحاد الأوروبي أيضا تتقاسم المملكة المتحدة حدودا برية مع دولة أوروبية واحدة وهي الجمهورية الإرلندية ولكن منذ صوت البريطانيون لصالح البريكسيت فتح النقاش في مسألة الحدود البرية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي علما أن بيلفاست ودبلين صرحتا أنهما تفضلان الإبقاء على حرية التنقل بينهما خصوصا وأن التجارة ازدهرت في العقدين الأخيرين وقال رئيس اللزراء الإرلندي لا نريد انهيار اتفاقية السلام بأي شكل وهذه أولويتنا خصوصا وأن أوروبا دعمت عمليات السلام بقوة وضعت المفاوضية الأوروبية منذ منتصف التسعينيات برنامجا لدعم عمليات السلام في إرلندا ومن أهداف البرنامج تعزيز الترابط الاجتماعي تثبيت الاقتصاد الإرلندي التعليم المشترك مساعدة الأطفال والجيل الشاب خلق المساحات والخدمات المشتركة يذكر أن الصراع الدامية في إرلندا الشمالية بدأ في أواخر الستينيات ودام ثلاثين عاما قبل أن يتوصل طرف النزاع إلى توقيع اتفاقية سلام تعرف باتفاقية الجمعة العظيمة في العام 1998 اشتركوا في القناة